وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألتني عن المهدي فما يجب تحريره أولا أن خروج المهدي لا يوجد نص في الشر يحدد متى سيخرج تحديدا غير أنه سيخرج في آخر الزمان ويكون ظهوره قبل خروج الدجال وقبل نزول عيسى عليه السلام وينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما جاء من حديث النواس بن سمعان عند مسلم لما ذكر النبي الدجال ثم قال عليه السلام في حديث ذكره بطوله اليام مسلم فبينما هو كذلك يعني الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ما معنى مهرودتين يعني ثوبين مصبغين بورس ثم بزعفران واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأت رأسه قطر يعني ينزل كأنه يخرج من ديماس يعني يخرج من حمام وإذا رفعه وتحذر منه جمان كاللؤل فلا يحل لكافر يدد ريح نفسه إلا مات نفس المسيح ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه عليه السلام فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله يعني باب لد اللي هو فين باب لد اللي هو بدمشق يقتل من يعني يقتل الدجال وهنا قال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والمسيح صلى الله عليه وسلم يعني عيسى وعلى سائر النبي لا بد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجالة ويكسر الصليبة ويقتل الخنزيرة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح انت من مجموع فتاوى الشيخ رحمة الله وقال ابن هيتمي بالتاوى المثنى الفوقانية كما في الفتاوى الحديثية لما سئل عن أي محل ينزل به عيسى فأجاب قوله الأشهر ما صح في مسلم يعني الحديث الذي ذكرنا عنه حديث ناوس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيضاء الشرقي دمشق هذا ما يليب تحريره في هذه المسألة أما بقية الأحاديث التي ذكرت في ذلك وهي أحاديث ريات السود إلى غير ذلك التي هي عند أحمد في المسند وعند ابن ماجع إلى غير ذلك فهذه كلها أحاديث ضعيفة ضعاف أهل العلم ضعاف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وضعف محقق المسند وأيضا ضعاف الشيخ الألباني في سنن ابن ماجع وأيضا ما جاء أنه يخرج من قرية باليمن يقال لها كراعة بفتح الكافي والراء والعين المهملتين فهذا أيضا حديث منكر ولا يصح لأن فيه عبد الوهاب من الضحاك كذبه أبو حاتم الرازي وقال النساء متروك وقال الدار قطني منكر الحديث وقال البخاري عنده عجائب فلا يصح في هذا الباب في هذا الباب حديث من حيث وقت خروجه تحديدا إلا أنه في آخر الزمان أو في مكان خروجه وما يجب تحريره ختاما لهذا الجواب في هذه المسألة أنه لابد أن نعلم أن الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من حيث الاحتجاج ووجوب الاتباع قال الله عز وجل وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي نيحا قال ربنا عز وجل وما يتاكم الرسول فخذوا ما نعاكم عنه فانتهوا وقال ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وعليه لابد أن ننوه أن خروج المهدي من أواخر علامات الساعة الصغر من آخر علامات الساعة الصغر وبدأت علامات الساعة الكبرى وإن كثيرا من أصحاب الفرق الضالة والعقائد الضالة ادعوا أن المهدي خرج أو أنه سيخرج لأغراض فاسدة وعقائد ضالة كالقديانية والبهائية والخوارج والشيعة وغير من هذه الطوائف المنحارفة وأما بالنسبة لحديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم فهو حديث ضعيف لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السلسلة الضعيفة وأهل العلم من أهل السنة والجماعة ألفوا كثيرا من الكتب في إثبات خروجه وجوع إلى ذلك من عقيدة المسلم كما فعل الحافظ أبي نعيم وأبي داود وابن كثير والسخاوي والشوكاني والشيخ بن باد والشيخ بن عثمين والشيخ الوادع والشيخ الفوزان وغيرهم سلفا وخلفا هناك أيضا مسألة أن عيسى سيتمع هو والمهدي سيتمع المهدي بعيسى وأن عيسى سيصلي خلفه وهذا حديث صحيح حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على حق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن نمار يامل صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة وهذا الأمير المذكور في الحديث هو المهدي جاء ذلك في رواية أبي نعيم الحارث بن أسامة بلفظ فيقول أميرهم المهدي ابن القيم قال إسناده جيد وختاما على المسلم ألا ينتظر خروج المهدي بل عليه أن يسارع ويرتهد ويعمل ويجد وينشط لنصرة الدين وإقامة السنة وأن لا يعتمد على خروج المهدي أو غيره بل عليه أن يصلح نفسه وأسرته ومن حوله حتى إن لقي الله فيلقاه وقد أعذره من نفسه وقد أعذره من نفسه اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وريم حتى المسلمين وأنا أعطتك فضلته والسكني بالرأي رب العالمين ويغفر أغراء تقبل من أنك التسمع تم تحديد صوتيا في صباحة يوم الاثنين لثلاث عشر خلون من زرقانة الحرام لعام سنة سنة وارمين واربعمية ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام